اشتركوا في القناة من بينهم 468 مشتبها فيه من اجل ارتكاب اعمال الغش والباقي يشتبه في تورطهم فيه قضايا تتعلق بحيازة وترويج معدات معلوماتية تستعمل لاغراض الغش المدرسي ونشر محتويات رقمية على الانترنت وذكر بلغ للمديري العمل الام الوطني يوم الاحد انه بخصوص التوزيع الجغرافي لحالة الغش التي تعاملت معها مصالح الام الوطني فقد جاءت الحالات المسجلة بولاية ام الدار البيضة في المقدمة من خلال تسجيل 158 حالة تاليها وليت امن اكادير ب71 حالة غش ثم وليت امن الرباط ب38 حالة وولاية امن مراكش ب36 حالة واضاف المصدر ذاته ان عمليات التفتيش المنجزة في اطار هذه القضايا مكنت من حجز مجموعة من المعدات والتجهيزة التكنولوجية المستخدمة في تسهيل عمليا تلغش وهي عبارة عن 121 هاتفا محمولا و182 جهازا لاسلكيا للاتصال بالاضافة الى 143 سما على سلكية موصولة باجهزة معلوماتية فضلا عن مجموعة من لوحات الكترونية وحواسيب محمولة واجهزة الرط بالانترنت لا تنسوا الاشتراك في القناة والضطع على زر الجرس كي يصلكم كل جديد